اليوم جيت باش نهدر على واحد الموضوع جيد حساس واللي هو موضوع تعاطي أدوية المسمنة عند النساء واللي عند الرجال لازم تعرفوا يا مادام ولا يا موسيو أنه هذه الأدوية رح تتسبب لك في أثار وخيمة في الصحة تاعك في كل الجسم ما رحش نهدر على الأدوية هذو وشنه هما لأنه على بالي بليكين بزاف من الناس اللي رح يدير بوز غير كي نخلص تسميتهم باش يروح يشريهم وبالك يستعملهم بالصح رح نهدر على الأثار الوخيمة التي تنجر عنها بداية من الآثار البسيطة مثل صدع في الرأس الغثيان التقيو الإسهال لأنه آثار في جانبية حول النوم يعني يرقد بزاف يولي يعيه بزاف وإلى غير ذلك من الآثار بالصح رح نهدر والبازي على الأثار الوخيمة التي تتسببها أولا لدينا الفشل الكلي للكيلة يعني الكليتين طاع الشخص هذا اللي تعاطي هذه الأدوية ما رح تولي تخدم بها ورح تولي في حالة كارثية عندنا مشاكل في تخفر الدم بحيث أنه الدم هذا يتخفر بزاف وممكن يكون عرضا لجلطة قلبية جلطة دماغية في أي وقت ولدينا أيضا تساقط الشعر اللا دواء له يعني أنه يولي الشعر تاعها ولا تاعه يتساقط بلا أي حل جانبي باش نريقليوها وعدة مشاكل أخرى مما يعني أنه الشخص يحافظ على الوزن تاعه عندنا الفورميل اللي نقصوا بها ونسموها ليامسي اللي تحدد لك أنه الوزن تاعك لازم يكون بين 18 و 25 كيلو جرام متر كاري هذه الفورميل تاعها كيف تتحسب ولي حاب يزيد في الوزن يزيد بطريقة صحية نوعا ما يعني بالمكرة الصحية بالرياضة إلى غير ذلك تفادوا هذه الأدوية لأنه ما عليها إلا آثار وخيمة حول الصحة ككل وعلى الجسم تاعكم نتمنى أنه نصيحة أفادتكم وتستغلوها في حياتكم موشكرا 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 موشكرا